استكمال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المحلية في محافظة أبيان لمواجهة فيروس كورونا افتتح مركز العزل الصحي في مدينة زنجبار بشكل رسمي بعد وصول المعدات الطبية الخاصة بتجهيز المكان ليكون أول مركز صحي لعلاج الحالات المشتبهة إصابتها بالوباء قسم المركز العزل إلى استقبال وقسم عزل للنساء وقسم عزل للرجال بالإضافة إلى قسم للعناية المركزة نحن زودنا بأجهزة التنفس الصناعي حوالي أربعة معانا الآن وهي قابلة للزيادة في الأسابيع القادمة أربعون سريرا وبعض أجهزة الفحص هي المعدات التي جاءت لتأهيل مبنى المعالجات في مستشفى زنجبار بعد قرار تحويله إلى مركز لعزل المصابين هنا لك بعض النواغس ولكنها في طريقة للاستكمال نحن نعتبر من اليوم المركز جاهز لاستقبال أي حالة إذا أقدت أي حالة اشتباه افتتاح المركز الصحي بتجهيزات متواضعة جاء بعد إعلان مكتب الصحة في المحافظة تخصيص ميزانية كافية من قبل وزارة الصحة لافتتاح مركزي عزل في محافظة أبيان للارتقاء بالواقع الصحي ورفع جاهزية المرافق للتعامل مع الأمراض في ظل انتشارها لكن العمل اقتصر على مركز وحيد اختصرت فيه السلطات جهودها ليبقى الوضع كما هو عليه في المحافظة التي توشك منظومتها الصحية على الانهيار لطفي إبراهيم قناة بالقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر